أنتوني مودست ما كانش مبارح والمهاجم الأول ولا الثاني في الأهلي كان المهاجم الثالث كهربا بدأ أساسياً حل طاهر محمد طاهر كبديل انتقل طاهر ناحية اليمين بخروج برستاو نزل مودست اللي اضطرد بعد ثلاث دقيقة هنا في مشكلة مش هقول مشكلة قوي لكن في حيرة ما سببها أن كهربا اللي ستبدل مبارح في الدقيقة 72 من زمن المباراة هو ستبدل بسبب إصابة عضلية لو تفتكروا وقت الجول اللي سجله إمام عشور اللي صنعه كهربا لما راح لحد خط المرمى ورح مرجعها الإمام عشور راح إمام عشور فتح بطن رجله وسجلها بعيد قوي اللقطة دي كانت من كاميرا خاصة في المباراة وقع كهربا أول ما الجول جيه راح إمام عشور بعد ما جري لقى كهربا واقع فرح له على الأرض حضنه وقعد يحاول يفكله الشد اللي عنده السمانة تحديدا يعني كم الكهربا بعدها 3-4 دقايق في المباراة وشفنا بعد كده واقف عند خط التماس في الدقيقة 71 وهو عمال يشاور وماشي بيزك زكة كده خفيفة وفي ناس توقعت أنه بيضيع وقت أو أنه خلاص يعني بيعد الدقايق اللي جاية لكن استبدل بعدها بسبب هذه الإصابة النهاردة كهربا كان بيجري مع الفريق ولكن بكرة هيكون فيه اختبار طبي لتحديد مدى إمكانية لحاق محمود عبد المنعم كهربا بلقاء يوم الثنين أمام فلومينينزي البرازيلي وبالتالي حتى الآن فيه شكوك عن أنه ممكن كهربا ما يلحقش المباراة والبديل الثالث اللي هو المهاجم الصريح مودست مش هيكون كده كده موجود في المباراة بسبب الطرد وبالتالي من دلوقتي بيجهز مارسيل كولر الاحتمالات إذا غاب كهربا عن مواجهة فلومينينزي بمعنى أنه الاحتمال الأول هو أن طاهر محمد طاهر يلعب برضه كمهاجم زي ما كان بيجربه آخر ماتشين في الدوري ولعبه مبارح كمهاجم أو أن بيرسيتاو ينضم هو إلى مركز المهاجم الصريح ويجي كريم فؤاد هو اللي ينزل يبقى نحية الجناح الأيمن بعد منتقل بيرسي إلى مركز المهاجم الصريح أو المهاجم الوهمي بقى لو هتحب تسميها يعني بما أنه هو مش مهاجم قوي لكن يبقى هو جوه وقت الحاجة وبره وقت برضه الحاجة وبالتالي في عندك إذا غابك هربا خيارين يلعب عادي بيرسيتاو يمين حسين الشحات شمال وفي المقدمة طاهر محمد طاهر أو يلعب حسين الشحات عادي بيرسيتاو يجي من اليمين يلعب مهاجم وكريم فؤاد اللي نزل كبديل في نفس الدي اللي خرج فيها كهربا يلعب كجناح أيمن كأساسي في مباراة فلومنينزي ده إذا غاب كهربا كهربا نفسه النهاردة أرسل رسالة إلى جماهير فريقه السابق الاتحاد السعودي اللي خاض بقميصه موسمين معارن من الزمالك وكان من المواسم الحلوة اللي بتفتكرها له جماهير الاتحاد لأنه كان برضو الفرقة نفسها فيئة وهو كان هو وعكيشي لو تفتكروا عاملين دويته حلوة قوي هجوميا مع فريق النمور فمبارح الجمهور حية كهربا في أكتر من لقطة قبل وبعد المباراة فكهربا النهاردة نزل لهم بيقول لهم هارد لك من أعماق قلبي وشكرا على الاستقبال الرائع اللي استقبلتوا لي في خلال الدقائق اللي ظهر بها مع النادي الأهلي في مواجهة الاتحاد السعودي إلى السعودية